شرطاً لمجلس الأمن لأن نريد أن نستمع لما يقوله المندوب الأمريكي فيما يتعلق بالإمكان خائفة وقلقة إزاء أمنها وسلامتها ولن يحصل هؤلاء على أي شيء من خلال هذه التهديدات وهذا التخويف لأشخاص يطلعون بدورهم بشكل قانوني على الأمم المتحدة أن تقوم بتكيفي البرامج ذات الصلة لضمان سلامة وأمن جميع الأفراد التابعين للمنظمة مع استمرار هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر ومحيطة يتم تهديد الأمن والسلم الإقليميين ويتم أيضاً تهديد حرية الملاحة العالمية هذه الأفعال غير المبررة أدت إلى مقتل بحار أبرياء وهذا يهدد حياة مواطنين من العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في كل مرة يشن الحوثيون هجوماً كهذا فهم لا يكتفون بتهديد حياة البحار فحسب بل يمكن أن يؤدي الأمر أيضاً إلى كوارث بيئية ولسيما فيما يخص الهجوم على ناقلات النفط وغيرها من السفن هؤلاء لا يكترثون لمصير أحد وهم يهددون المصائد وأرزاق اليمنيين وسبو الكسب القوت المختلفة كذلك هم يمنعون وصول المساعدة الإنسانية للمنطقة الهجوم على سفينة سونيون التي كانت تحمل مليون برميل نفط خام مجرد مثال هؤلاء ضربوا ليس السفينة فحسب وإنما قد أدى ذلك أيضاً إلى عمليات تفجير ثانوية وقاموا بنشر فيديوهات على الإنترنت تتوضح ذلك كله وهذا يهدد المزيد من الأرواح ولسيما في صفوف البحارة هذا غير مقبول ومع تجاهل قرار مجلس الأمن 1720 لا يمكن أن نسكت من الأهمية بمكان لكل عضو في هذا المجلس أن يدين التصعيد الحوثي وينبغي المطالبة بتركي الجهود لإنقاذ السفينة سونيون تستمر دون عرقيل إيران مسؤولة عن تسليح وتمكين الحوثيين في تعارض كامل مع القرار 2216 للمجلس أكرر من المقلق أن بعض أعضاء هذا المجلس يسكتون بينما تستمر هذه التهديدات لمصالحنا العالمية المشتركة بالنسبة للوضع داخل اليمن فإننا قلبنا مع كل من يعانون من الكوارث ولسيما الفيضانات الأخيرة في اليمن مع هذه التحديات الإنسانية الأخيرة ينبغي أن نواصل تقديم المساعدة والولايات المتحدة والشركاء الدوليون يواصلون هذا الجهد بلدي يدعم جهود المنظمة الدولية للهجرة مساعدة لمن هم في مخيمات النازحين ولسيما في مأرب وسوف نواصل العمل من أجل العودة الكريمة لجميع النازحين واللاجئين نحن لسنا هنا فقط لإبراز مواقف سياسية ينبغي لهذا المجلس أن يعمل يداً بيد لمعالجة الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن شكراً يا سيد الرئيس